اهلا بكم من جديد شاركت هيئة البحرين للسياحة والمعارض في معرض سوق السفر العالمي لعام 2019 الذي يقام في العاصمة البريطانية لندن وذلك حتى السادس من نوفمبر الجاري في إطار مساع الهيئة الرامية إلى الترويج لمملكة البحرين وتعزيز مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني ويترأى سوفت مملكة البحرين سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة السيد زايد بن راشد الزياني وأكد سعادة الوزير أنهم يحرصون على المشاركة في مختلف المعارض والفعاليات الأقليمية والدولية التي يصعون من خلالها للترويج إلى مملكة البحرين بغي تجد بالاستثمارات الأجنبية وزيادة المعدلات السياحية الوافدة للمساهمة في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي وخلال هذا الحدث العالمي تقوم هيئة البحرين للسياحة والمعارض باستعراض المقاومات السياحية التي تمتلكها مملكة البحرين هيئة البحرين للسياحة والمعارض تحرص على المشاركة في المعارض الدولية سواء في مجال السياحة أو في مجال سياحة المعارض ومنها هذا المعرض في لندن في المملكة المتحدة اللي يعتبر من أكبر المعارض عالميا في هذا المجال الهدف منه هو طبعا نشر سمعة البحرين في هذا المجال وما تقدمه من منتج متميز بحيث أننا نسعى لإستقطاب السواح من هذه الدول خصوصا في أوروبا وخصوصا في المملكة المتحدة العلاقات بين البحرين والمملكة المتحدة العلاقات قديمة وفي نمو وتزايد مستمر ونطمح إن شاء الله أن ينعكس ذلك أيضا على العلاقات السياحية بين البلدين أكد معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة أن البيئة العقارية بالعاصمة تعد سوقا واعدا نظير ما تتمتع به البحرين من تسهيلات ومحفزات لرؤوس الأموال مستفيدة مما لديها من بيئة تنظيمية متقدمة ومستقرة تمتاز بالشفافية والجاذبية وجاء ذلك خلال زيارة محافظة العاصمة لمشروع ووتر بي الواقع في خليج البحرين بحرين بي التابع لشركة بن فقيه للاستثمار العقاري المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميلة خولا لغرينيس بيئة العقارية استثمارية نشطة في البحرين قادرة على لفت أنظار العالم إليها لما تتمتع به من تسهيلات ومحفزات لرؤوس الأموال مستفيدة في الوقت ذاته مما لديها من بيئة تنظيمية متقدمة ومستقرة تمتاز بالشفافية والجاذبية وقد جاء افتتاح أحد المباني في مشروع ووتر بي ليؤكد على أن البحرين تتمتع بسوق عقارية متميزة القطاع العقاري من القطاعات المهمة في مملكة البحرين ولا شك نحن اليوم في زيارة ووتر بي لشركة بن فاقي من مشاريع الكبيرة والمميزة في مملكة البحرين ونحن اليوم نحب أن نلقي هذا الضوء على القطاع المهم ولا شك أن الغيادة الرشيدة مثلا في جلالة الملك واسمه رئيس الوزراء وولي العهد يولون اهتمام بتطوير البنية التحتية والقطاع العقاري طبعا مشروع ووتر بي معروف من المشروع من أبرز المشاريع اللي موجودة في مملكة البحرين يتميز بموقع الاستراتيجي عند الفور سيزن على طلالة خليج البحرين طبعا المشروع يتكون من ثلاث مباني المبنى الأول رابيرتو كابالي اللي هو فاشن براند وعندنا ووتر بي اللي هي البناية اللي احنا حاليا فيها وعندنا برج اللي هو البرامونت اللي هو الكونسبت حق هوليوود المبنى اللي احنا فيه الووتر بي طبعا جاهز حاليا احنا بس في صدد انتظار ان احنا نحصل التيار الكهرابي ونبدأ في عملية الكميشنينغ حق الشغل وتسليمها حق المستثمرين ووتر بي مشروع رائد قادر على منافسة أحدث التصاميم العالمية لما تتمتع به وحداته السكنية من تصاميم عصرية وموقع استراتيجي يطل على الواجهة البحرية نحن فخرون جدا بوجود هذا المشروع في خليج البحرين هو أول مبنى سكني في هذه المنطقة كما هو الأول من نوعه من حيث مستوى الرفاهية ويشكل نقلة نوعية في القطاع السكني حاليا نعمل على توصيل الكهرباء للمشروع إن شاء الله مع الجهات الرسمية من الدفاع المدني للعزل الحراري والبلدية وحاليا إن شاء الله نعمل على تسليم المشروع عن التاورئي وتاورسي اللي هو يعتبر روبرتو كفالي إلى ذلك يعد سوق العقار في البحرين سوقا استثمارية جيدة وجاذبة للاستثمارات والمشاريع الكبرى بما يساهم في تحقيق المزيد من التنوع في الاقتصاد الوطني هذا المشروع يضم العديد من المرافق الجذبة والمتميزة خصوصا وأن تصميمها جاء على أيدي أشهر المصممين العالميين ليكون بذلك الواجهة البحرية العصرية للمنامة خول الجرينيس لمركز الأحبار تلفزيون البحرين أطلق المجلس العام للبنوكي والمؤسسات المالية الإسلامية بالتعاون مع كلية آيزي لإدارة الأعمال البرنامج التنفيذي الخامس تحت عنوان التفكير الاستراتيجي والقيادة الاستطلاعية المرنة وتطبيق التكنولوجيا المالية والابتكار وخلال البرنامج اجتمع كبار المسؤولين التنفيذيين من القطاع المالي والمنظمات الدولية والهيئات التنظيمية لتبادل الخبرات المهنية والانخراط في تجارب تعليمية وتفاعلية رفعة المستوى وفي برنامج اليوم الأول تم التركيز على مدى أهمية القيادة الاستطلاعية المرنة من خلال إجراء تمارينة تفاعلية لتحفيز التفكير لدى المشاركين وتعطيل الافتراضيات المحددة سلفا ليتمكن المشاركون من اكتشاف مستوى مهارات القيادة لديهم بناء على الاستبيان الذي تم إجراؤه قبل تنفيذ البرنامج والان نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نواصل نشرة الاقتصادية مشاهدين مع فقرة اقتصادية إغلاقات البورصة لنهاية تعقودات هذا اليوم ونبدأ مع بورصة البحرين فقد أقفل مؤشر البحرين العام على تراجع نسبته 0.18% مقفلا عند مستوى 1518 نقطة وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والخدمات والصناعة وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 3.764.000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 613.000 دينار تم تنفيذها من خلال 57 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الاستثمار أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية فنبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 7.782 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 1.69% لتكون الرابحة الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم وبالنسبة لسوق أبو ظبي للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 5154 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.86% أما سوق باقي المالي فقد أغلقت عند مستوى 2687 نقطة بانخفاض بلغت نسبته 0.70% أعلن المجلس الأعلى للبترول في الإمارات عن اكتشافات وزيادات في احتياطيات النفط والغاز تضعها في المركز السادس عالمياً بدلاً من المركز السابع من حيث الاحتياطيات مما يسهم في تعزيز مكانتها كمورد موثوق لإمدادات مستقرة ودائمة من الطاقة في العالم ومع الاكتشافات الجديدة يصل إجمالي الاحتياطيات الهيدرو كربونية إلى 105 مليارات برميل من النفط و273 تريليون قدم مكعبة من الغاز التقليدي وقال المجلس أن هذه الاكتشافات الكبيرة تعد إنجازاً تاريخياً منذ الإعلان عن آخر تحديث حول احتياطيات الدولة قبل ثلاثة عقود قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إن بلاده تناقش أفكاراً كثيرة منها تقديم تحويلات نقدية للفقراء إلى جانب الدعم المزمع للمواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى وأعلنت حكومة حمدوك في سبتمبر خطة إنقاذ اقتصادي مدتها 9 أشهر تهدف إلى كبح التضخم وتضمن في الوقت ذاته دعم السلع الأساسية وتهدف الخطة إلى الإبقاء على دعم الخبز والوقود حتى يونيو 2020 على الأقل وكان رئيس الوزراء قد قال في أغسطس أن بلاده تحتاج مساعدات خارجية بثمانية مليارات دولار خلال العامين القادمين لتقطية قيمة الواردات والمساعدة في بناء عادة الاقتصاد النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل شركة صناعة الطائرات الأوروبية إيرباس تتفوق في السوق الأسيوي عبر فوزها بطلبيات شراء 350 طائرة قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الاتحاد الأوروبي والصين سيوقعان اتفاقا لحماية المنتجات التي لها منشأ جغرافي محدد مثل جبن المانشيجو في محاولة لمكافحة تقليد تلك المنتجات ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن ماكرون قوله لممثلي الشركات في معرض تجاري بمدينة شنغهاي الصينية أنه سيتم توقيع الاتفاق في بكين ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية يعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للصين في حين تعد السوق الصينية ثاني أكبر سوق للصادرات الأوروبية بعد الولايات المتحدة تعهد الرئيس الصينية شي جين بينك بمزيد من الانفتاح في الاقتصاد الصيني معلنا أن على دول العالم أن تهدم الجدران فيما بينها وذلك خلال افتتاح معرض تجاري في شنغهاي ومع استمرار الصين والولايات المتحدة في بذل الجهود لتوقيع اتفاق تجاري جزئي تم الإعلان عنها الشهر الماضي تجنب الرئيس الصيني التطرق إلى قضية الرسوم الجمهورية الانتقامية المتبادلة مع الولايات المتحدة وأعرب عن أمله في أن تتمكن القوتان الاقتصاديتان العملاقتان من التوصل إلى اتفاق يحافظ على مصالح الشركاء التجاريين الآخرين وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية تلقت شركة صناعة الطائرات الأوروبية إيرباس طلبيات من شركات الطيران الأسيوية لشراء أكثر من 350 طائرة منذ أغسطس الماضي لتتفوق على منافستها الأمريكية بوينغ التي تعاني تداعيات قرار سلطات السلامة الجوية في العالم وقف تشغيل طائرات طراز بوينغ 737 ماكس وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن الصفقة الأكبر التي فازت بها إيرباس جاءت في الشهر الماضي عندما طلبت شركة أنديغو الهندية للطيران منخفض التكاليف شراء 300 طائرة من الطائرات ذات الجسم الضيق بقيمة تتجاوز 33 مليار دولار وفقا للأسعار الرسمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر